شارك وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملا في فعاليات مؤتمر البترول العالمي الثالث والعشرين المنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الافتتاحية بالمؤتمر بعنوان مستقبل الطاقة في العالم مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تيرك استعرض الملا رؤية مصر للمساهمة في تعزيز التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ مؤكدا تطلع مصر للمساهمة وبقوة في تحقيق مستقبل آمن ومستدام ونظيف للطاقة في العالم